قاد الدولي الجزائري زندين فرحات ناديه نيم للفوز على نادي بريست بتوقيعه هدفا في المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة من الدور الفرنسي ووقع فرحاتا متنقل حديثا هذا الموسم لنيم أول هدف له هذا الموسم في الدقيقة الثانية من انطلاقة سريعة واضعا الكرة في الشباك وبهذا أيضا يواصل تألقه الملفت بعد تميزه يقول في مواجهة موناك التي قدم فيها طمرتين حاسمتين